أعربت مجموعة البنك الدولي عن استعدادها لتوظيف خبرتها لمساعدة لبنان في تقييم الأضرار المترتبة على انفجار مرفأ بيروت وضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار ووضحت أنه بناء على الخبرة العالمية في البلدان المنكوبة بالكوارث فإن مجموعة البنك الدولي على استعداد لتوظيف خبرتها لإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات وتطوير خطة إعادة الإعمار وفقا للمعايير الدولية كما ذكرت المجموعة أنها مستعدة أيضا لإعادة برمجة الموارد الموجودة واستكشاف تمويل إضافة لدعم إعادة بناء الحياة وعلى صعيد آخر قال وزير الاختصاد اللبناني اليوم إن القدرة المالية للجمهورية اللبنانية والبنك المركزي محدودة جدا لمواجهة آثار الدمار وقال إن العمل مع صندوق النقد الدولي هو الحل الوحيد للبنان الذي يعاني بالفعل جراء أزمة في توافر الدولار وانهيار مالي قبل الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي